بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه افضل صلاة والسلام اتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير اخواتي تقبل الله منه ومنكم صالح الاعمال يوم باذن الله سيقدم لكم قرشلة ملحين او قرشلة ملحين بطريقة جد مبسطة وسهلة خصوصا مبتدئات لأول مرة سيجعلوا هذه القرشلة كيف تشاهدوا معي كيجوم قرمشين والدادين بالطعم شوارما والحار واحدة تبيلة غادي تشوفوا معي ان شاء الله واحدة تبيلة اللي هي جوينة بزر كيجيو بنانين وكيجيو طايبين وقرمشين وشاشين من الداخل خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقة دير التحضير والمكونات ان شاء الله وما تنسوا تشجعوني باللايك وتبرتجوا الفيديو مع الاحباب ومع صديقة ديركم باشتعوم الفائدة على بركة الله عندي هنايا بيضة واحدة بحالة المطبخ وعندي هنايا نصف كأس دير الزيت الزيتون ممكن تعاوضها بزيت النباتية ما يعادل ثمانين مليلي لتر وعندي هنايا واحد الملعقة اللي هي صغيرة ممتلئة دير الخل وعندي هنايا الأعشاب المنسيمة هذه الاستعمال ممكن تعاوضه بالقصبر أم عقنوز تفرموهم ووضيفوها لهذه المكونات ملعقة صغيرة ديال السودانية اي الشطة او الهريسة الكيميا حسب الرغبة ملعقة صغيرة ممتلئة ديال البابريكا اي التحميره نصف ملعقة ديال كوركم ونصف ملعقة ديال سكينجبير وربع ملعقة ديال الليبزار اي الفلفل اسود إن هذه الحطة understood part .وكنت تعاوضها بالعطرية ديال الحوت لك يجوا رائع بجوج وقد تعطي واحد ضعام رائع واعينيا الملعقة ديال ً minutes نصف ملعقة بودرة التومة ملعقة كبيرة غير ممتلئة ملعقة صغيرة ممتلئة للطماطم المعلابة ملعقة كبيرة جدا ممتلئة للزبدة بحارة المطبخ الماء نضيف الزبدة والزيتون نضيف الزبدة والزيتون نضيف الزبدة والزيتون نضيف الزبدة والزيتون نضيف المكونات الأخرى نضيف الزبدة والزيتون نضيف الزبدة والملح توابل نضيف الزبدة والزيتون ونضيف الزبدة والزيتون ملعقة صغيرة ممتلئة طماطم المعلابة تضيف الزبدة واللون والطعم والزيتون نضيف الزبدة الملعقة الصغيرة اختبار من الوضع نضيف الزبدة تحتاج والداخل رمي الوضع نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة من الماء عجينة ندسك نضيفه بشوية بشوية لا نضيفه للماء في خطرة بعد كمية كاملة نضيف الماء نضيف ربع الكاس لأنه لا يزال نضيفه بشوية ونضيفه نضيفه ونضيفه كمية ماء ونضيفه ونضيفه لا تضيفه لأن العجينة تجمع ونضيفه 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 لأنه من الداخل ونضيفه 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 كما نضيفه ونضيفه 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 وأنتجه ونورقه ونخرجه كباب جرر البيتزا او باب سيكين القطعة البيتزا عملية تسهل علينا وهذا هو السمك بسم الله سنقطعه في العجين على شكل طول لتحصل على الشريط العرض او السمك كل شريط من سنتيمتر حتى سنتيمتر ونصف تقريبا ونقطعه العكس باش نحصله على مربعة لهم صغار شكله هو سهل في التحضير خصوصا مبتدي اد وهي العجين الاولى او الكرة العجين الاولى ونشدها كما نضيفها في صينة الفرن بطريقة جد سهلة ونبسط العجين الثانية بنفس الطريقة نحاول ان تحصل على شكل مستطيل نضيفه نضيفه سم سم الأبياد اي جنجلان ممكن نضيفه نضيفه او ممكن نضيفه نضيفه ورق الزبدة ونضغط لتلسق نضيفه سوف اختفر نستعمل هذه الزبدة الى الشبكية بسم الله نكمل نضيفه بشكل طول بدون بدون ت drugstore وخهم تثير الشريطة ايضا اخل ثلجوج 3 سم بعد امتحه على شكل مائل على هذا الطريق ممكن ان تتحلل هذا الشكل كيف تلاحظه ويمكن ان تقوم بكثل على شكل على مدلات يمكن ان تشكل على هذا الطريق هنا ام تحلل مجملا على هذه الطريقة كيف تلاحظه هناك نتمنى ان يكون واضح او ممكن ان تقطعه في اختراك شريط واحد او عود الشيواء نشكلها كثقوب هذه اختيارية ممكن تستغنو عليها يجب عليها الشكل اللي هو زوين هذا العود الشيواء او هذا الكيغدوم تديره من الجهة التي يكون اعريض لا تديره الجهة المسننة و تديره في دقيق باش ميتلسق معاكم سوف نديره بالنفس الطريقة جيد سهلا ورق الزبدة سهل علينا بزاف و نضعها في صنية الفورم و سوف نديره معاكم باش نديره الشكل الثالث هنا كيف من بعد ما بسط العجين نجيبه هنا جنجلة الاسود او حبة البركة و نرش من الفوق و بنفس الطريقة نجيب ورق الزبدة و نضغطها كبير مثلك الزائد اللي كان نحيد من العجين اللي كان نحيد من الأطراف نجمعه و نعود لي عود ثاني غير نجمع من مكان الكوش بعد ما ترسلت العجين يعني على حسب الطول اللي بغيت قطعت نياجوجة قطيعات على العجين على شكل طولي قطعها كأشريطة اللي هم صغر و تحصل على هاد الأصابيع ديال العجين او ديال القرشلات هنا يبغيتو تخليوهم هكا او بغيتو تديروا هاد الشكل هادا قطعت شدوا واحد طرف من العجين و تلويو جوج لويات غير جوج و تحتوه يعني كتوجعها في بلصدها مرات لويو والتانية و تحتوه و تأخذ ذلك هذي الطريقة هذي هذي بعد اكملت تشكيلها كاملين ننتخلهم الفون شعلي الفون شعلي الفون أولا ننتخلها على النهاية هادئة من الأسفل حيث لا يريدو تجربة من الداخل و يتمكنها بشكل جيد و يتركو الكوش تصوير جيد يطبع أسفل و رجع معكم يتعفر رجعت معكم اخواتين بعد ما خرجتهم الفورن اخريتهم من البردو تسمعون القرمشان لا يجبون ملاسقين اضع مفروزين نضغط عليهم غير شوية او كانوا ملاسقين وكي تحلوا معي بكل سهولة ويجبون من الاسفل وحتى من الفوق نجعل الفورن من الاسفل ومن الفوق ممكن تجعلوا غير من الاسفل ومن بعد تحمرهم شوية من الفوق يجبون ملتقين بكثير من الاسفل ونقدمهم بصحة ورحة يجبون ملتقين بشوارما يجبون ملتقين بشوارما بسم الله كيف سمعتوا القرمشان يجبون ملتقين ونانين اخواتي بسم الله احنا نقسم لكم كيف يتحبون من الداخل نهائيا لا يجبون ملتقين بشاشين من الداخل ونقرمشين على برا اتمنى توصلوا الفيديو الاكبر من اللايكات وعجب لكم الفيديو بطبيعة الحال وتبرتجه مع الأحباب ومع صديقة لكم بشتعم الفائدة وكنشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله وحفظه إلى فيديو قادم إن شاء الله